اشتركوا في القناة وفترة مميزة كان مع العظيم الراحل الكابتن محمود الجهري اللي بالتأكيد يعني بنترحم عليه ودائما بنفتكره بكل خير ربنا فترة كابتن محمود الجهري اللي كان تولى تقريب منتخب مصر فيه تسعين كاس العالم تسعين واللي كان متواجد معاده من الجهاز الفني الكابتن فتح مبروك اللي النهاردة بينورنا وبيشرفنا لأول مرة في برنامج التريند كابتن فتح مبروك اللي حاليا مسؤول كمديرا فنيا لأكاديميات النادي الأهل كابتن فتح مبروك الدنيا ده أنا سعيد جدا محمود اللي معاك وسعيد جدا بالبرنامج وسعيد جدا في المقدمة الجميلة اللي انت قلتها دي ان فعلا يعني الحمد لله التاريخ كويس ومشرف للكورة مصرية ومشرف النادي الأهل الحمد لله يعني ايه أنا اللي بنتشرف وابتنا معاك بنا يخليك وانا سعيد جدا معاك في البرنامج ده عندي الله يسلمك الله يسلمك أولا مدير فني لأكاديميات النادي الأهلي أبدأ معاك من الآخر بقى الفكرة ازاي الأكاديميات وضورها وكمدير فني بقى بالخبرات الكبيرة دي هو طبعا يمكن كابتن شطة طبعا تعرف مدير الأكاديميات وانا دلوقتي مدير فني الأكاديميات وهي بنروحنا هو كابتن شطة دائما بنحاول بقدر الإمكان نبص على الأكاديميات كلها بنبص على لعبة المميزة عشان نطلع لعبة مميزة لقطاع الناشئين يعني ده هدفنا نحن لعبة كويسة نطلع لقطاع الناشئين في النادي الأهلي وبنستثمر الأكاديمية في حاجات كتير أو في أهداف كتير أوي يعني من ضمن الأهداف زي مميزة بنطلع لعبة لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي بالبقاء والقطاعات وكتير من طبعا يعني الحمد لله وبيجي كابتن بادر رجب برضو بيوعد معنا والحمد لله بنلف الأكاديميات كلها سواء هنا في مصر أو في القاهرة أو سواء خارج القاهرة وده كله ممكن برعات الكابتن شطة برضو للرئيس الأكاديمية وانا معاه مدير فني والحمد لله يعني بنحاول بقدر الإمكان أن دائما أولياء الأمور لأولاد الصغارين بيجوا بيجوا لشانة فراجوا على أولادهم دائما في طاقف الكابتن شطة وكابتن فتحه مبروك الحمد لله يعني الأكاديميات بقى أكاديمية القاهرة فيها فراء مختلفة وأكاديمية المحافظات محافظات عندنا أكاديمية القاهرة يمكن في التجمع فيه مركز شباب الجزيرة عندنا في زايد عندنا كتير حيات عندنا في التجمع عندنا في القاهرة كتير قوي 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 يعني أكاديمية كويسة والناس أوليها الأمور تحس أنهم مبسوطين جدا ولادهم سعاداء جداً هما في أكديمات النادي الأهلي إن النادي الأهلي اسم كبير دائماً الولاد بيعندها طموح وعندها إقراضة قوية إنه هو يمثل النادي الأهلي فالنهاردة أولياء الأمور بتيجي بنتبقى النهاردة مبسوطة جداً إنه ولادهم في أكديمات النادي الأهلي وأنا لما أكون ولي أمر بودي ابني يتعلم الكورة ولسه عنده الموهبة ألا يبقى قدام الكابتن شطة والكابتن بدر رجب والكابتن فتح ببروك العتولة والأزام الكبيرة في بكورة أكيد عبقى مبسوط يعني والله يبقى إحنا عندنا كمان مجموعة مدربين مميزين مجموعة مدربين إحنا بنشرف عليهم بحاول بقدر الإمكان أنا وكابتن شطة يمكن وكابتن بدر الحاجة السلبية بنشوفها بنحاول بقدر الإمكان نقول للمدير الفني أو المدرب اللي هو مسؤول والولاد بيبقى في منتهى السعادة إنه برضو خلي بالك المدربين كلهم ادينا تعليمات إن هو يوجي الولد يوجيه ببساطة كده الولاد صغير لسه يتعلم التكنيك وبيعلم الباسنج والجريبلينج والشوتينج والحاجات دي كلها فالحمد لله يمكن أولياء الأمور فيه ثقة كبيرة قوي في الكابتن شطة وكابتن فتح ببروك وكابتن بدر اللي هو طبع مسؤول فني في القطاع الناشئين وبيجي بتفرج على أساس إن لو لعيب عجبته في الأكاديمية بينطلعهم القطاع الناشئين طيب كابتن فتح ببروك أصعب مرحلة بالنسبة لك الفريل أول والقطاع الناشئين ولا البرامة والأكاديميات لا بص كل مرحلة لها ظروف يعني برضو الفريل أول ممسكة الفريل أول لا بنتبقى صعب لأننا دي الآله دائما مطالب ببطولة يعنينا دي الآله دائما أنه يبتمسك الفريل أول مطالب ببطولة والحمد لله أنا برضو ممسكة الفريل أول وخط بطولات والحمد لله برضو كتاعة الناشئين كتاعة الناشئين انت دلوقتي مسؤول عن كتاعة الناشئين فالنهاردة عندك فرق كتير جدا مطالب ان الفرق اللي عندك دي تاخد بطولات فالحمد لله برضو مدير كتاعة الناشئين خدت بطولات كتير قوي الأكاديمات بنلعب بتلعب بطولة أكاديميات ولكن ما بتوقعش النهاردة الهدف بتاخد بطولة الهدف النهاردة بتجمع أكاديميات مختلفة من المختلفة بتلعب بطلوات مع النادي الآلي ودي بتحمل في حد ذاتها ان اكاديمية النادي الآلي الحمد لله يعني قائمة بذاتها والنادي كلها بسعيدة ان هي تيجي حتى تعمل مقابلات مع النادي الآلي في الأكاديمية طيب اروح بقى بالكابتن فاتح مبروك لجوزية تانية مهمة جدا ليه علاقة بالكورة المصرية حاليا كان دايما الكابتن فاتحي في لحظات مهمة جدا في تاريخ النادي الآلي لو مثلا في رحيل مدارب أجنبي كان يجي تولى المسئولية داخلين على نهاية كاس مصر بنلعب بطول الدور وداخلين على بطول الدور ربعية آخر بطول الدور اعتقد كانت المباراة الفاصلة مع اسموح مع اسموح 2013-2014 دلوقتي انت بتتفرج على مواطنسات الدور والفرق اللي موجودة في الدوري ما بتشوفش نفس الامكانيات كانت موجودة قبلها بالنسبة للمداربين المصريين فرقة مثلا بتعاني فتجيب مدرب وطني يلحق الفرقة مابقاش موجود دلوقتي زي زمان يا كابتن فتح لا ما بقاش موجود زي زمانية الحمد لله زي ما قلتلك انت متبسقت الفارياء الاول انا كنت بتابع الفرقة كلها انا كنت بتتفرج على الكل بتتفرج طبعا لازم ده دورك كمدير فني يتفرج على الفرق اللي هتلعبها المنافسين اللي هتلعبها وزي ما قلتلك دلوقتي الكرة المصريية اه ما بقتش الانهاردة يعني في مداربين مصريين شغالين النهاردة في الفيلد كتير قوي والنهاردة مسكين فرقة كويسة قوي برضو في الدوري ولكن زي ما قلت حضرك أنا دائما دائما معلش يعني بميل دائما للمدرب المصري مدرب المصري النهاردة لغة التفاوم بينه بين اللعبة كويسة لغة التفاوم بينه بين الإعلام كويسة لغة التفاوم بينه بين الجماهير كويسة فالنهاردة فيه سهولة في التعامل معه عناصر كتير جدا فالمدير الفني المصري لا أنا بقول إن هو ده دائما يقود الأندية دائماً يا قود الأنجل بس لما تلاقي فرقة مثلاً في الدور في وسط الجدول أو في آخر الجدول حصل تغيير ويجي مدرب وطني ما بيلحقش الفرقة زي ما كان بيحصل الزمان ما بيلحقش لأن خلاص الفرقة أنت برضو خلي بالك أنت عندك سلاح مهمة جداً لعيبة هل اللعيبة دي خلاص النهاردة فيه مدير فن جلوم مدير فن وطني مصري جلوم هل اللعيبة دي النهاردة عندها الرغبة أنها تكسب الماتشات اللي باقية دي عشان تستمر في الدور الممتاز اللي ما عندهش فيه لعيبة خلاص بتوصلها لحالة الركوت خلاص حالة خلاص ما فيش أمل حتى لو جابه مين ما فيش أمل هو خلاص رضي بالوضع ومجتنع بالوضع وفي نفس الوقت اللعيب دي بيبص اللعيب دي بقربه ويفكر هل النهاردة يستثمر النهاردة وجوده في الدور الممتاز هيبقى النهاردة في الفرقة هاي هاي هل يستثمر أن الفرقة دي لوعت يبقى النهاردة ممكن فيه أعراض فيه تنقلات في حاجات كتيرة واللعيبة برضو أصبحت النهاردة فيه زكاء يعني فيه زكاء النهاردة مش مجرد أن هو بيخضع لنادي لا النهاردة فيه زكاء فيه النهاردة وكلاء لعيبة النهاردة بيقدر يكلم اللعيبة على أساس أنه هو يستثمرهم في أندية أخرى ها الموضوع ما بقىش خلاص انت موجود فيه نهاردة موجود فيه طول عمرك لا ممكن انت تتنقل من هنا للهنا للهنا طيب أتكلم معك على بطولة أفريقيا والكابتن فتح أبروك يا مسافر وخد يا ولات كتيرة في الأدغال الإفريقية ماتش الأهل وأرلاندو بايرتز تابعته إزاي وشفت نتيجته وأهميته لا أنا تابعته تابعته في البيت وأنا شايف أن طبعا النهاردة الأهل أدى أداء رائع والنهار الأهل كان يكسب هذين مباراة يعني النهاردة الأهل كان يكسب هذين مباراة لنهار الأهل بينك أي فر أفريقيا بتعمل حساب للنهار الأهل تعمل حساب يعني أرلاندو تحس أنهم خايفين من نادي الأهل أنا النهاردة لو مدير فني أرلاندو النهاردة ليه ما تغطش من قدام ليه النهاردة ما تغطش فرقة الأهل من قدام لا ده كان متراجع للص ملعبه فدليل أن أي مدير فني النهاردة بيخاف من نادي الأهل بيخاف النهاردة النادي الأهل صاحب بطولات أفريقية صاحب النهاردة اشتراك في كاس العالم الأندية صاحب النهاردة بطولات دوري عام في كاس مصر فالنهاردة كل مدير فني النهاردة بيبقى عامل حساب للنادي الآلي فالنادي الآلي لعب ماتش كويس جدا ولكن أنا كان نفسي كان نفسي نتيجة إيجابية وحمد الله سفر سفر ولكن كان نفسي النادي الآلي يكسب لأن فرقة أولاندو مش الفرقة اللي تخوفك قوية ممكن لما كثبت بوليسداد في الجزائر بهدفين خلت البعض يعتقد أنه فرقة كويسة عامل لها حساب على أرضها وسط جمهورها ما هو لازم النادي الآلي عامل حساب قلت لك النادي الآلي كان عامل حساب بس النادي الآلي كان مستحوز النادي الآلي فرصة أكتر النادي الآلي لعب يعني حارف فيه سهولة كده في اللعب مفيش النهاردة لعيبة بتضغط مفيش النهاردة فالنادي الآلي النهاردة كان متحكم فيه رتم المباراة كان يقدر يكسب هذه المباراة ولكن النتيجة الحمد لله النتيجة كويسة الحمد لله النتيجة كويسة أه الحمد لله عودة وسام أبو علي في التوقيت ده كابتن فتح شايفه إزاي؟ لا وطبعاً وسام رأيس حربة مميز بصراحة يعني تحركاته كويسة فيه ثقة أيضاً بينه وبينه وسط الملعب يعني هو تحركاته كويسة هداف يعني كل هذه الأمور وسام بتبقى كويس قوي النهاردة تبقى واجئ موجود رأس حربة رأس حربة ده بيريح الفريق قوي يعني ريح حتى الكوار المتلعب من الجنب بيريح وسط الملعب بيريح النهاردة تحركاته كل هذه الأمور وسام فيه لحاجات دي كويسة فوسام وهداف وهداف برضو كويس قوي فالنهاردة بيبقى فيه ثقة فيه النهاردة وجود رأس حربة ووجودها رأس حربة شغلته نور رأس حربة دي مهمة جداً جداً في النادي الأهل ما تحتش ليه فرص كتيرة يقدر يهدف بيها مبارح في مرمى أورلاندا؟ لا 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 ما تحتش تحتش يمكن أولاي القوي قوي قوي زي مولتلك ولكن احنا كنا المفروض المفروض نكسب هذه المبرأة يعني المفروض أنا مبارح تفرق كلماتش المفروض أكسب هذه المبرأة وجود ريدا سليم مثلاً لك رؤية أن ريدا يلعب في مركز تاني يتحرك في حتة تانية وجود ريدا مع إمام عشور ممكن يعني لا هو بس طبع الريدا من اللعيبة الكويسة الريدا اللعيبة المميزة الريدا اللعيبة اللي عندها جراءة حتى في ناحة لجمهية فعنده جراءة يعني بتعجبك جراته اه؟ بتعجبك جراته بتعجبني جراته فالنهاردة هو مش محطوط تحت اختبار هو النهاردة حاس أنه هو لعيب أساسي من نادي الأهلي فبيلعب بارتياحية بيقدر زي ما قلت لك في الجنب بيستثمر الجنب بيقدر بيشتغل فيه كويس جداً فما فيش شئ من القلق يعني حتى بالنهاردة بيعمل دريبلينج الجوة يقدر يشتغل وانت وقت الحاجات دي برضو ده فكر الرجل اللي بلعب في الطرف دايماً وده فكر كويس هو اللعاب اللي بلعب على الطرف بالأفضل يكون على الطرف ولا يضم الجوة مين إمام أياً كان سواء إمام أو رضا أو طاهر لا إمام إمام مميز يعني إمام مميز في الحتة اللي تحت رسال حرب برضو في الشوتينج كويس يعني مركز ثمانية مثلا آه في الشوتينج كويس في الوقت اللعبة كويس في الباسينج كويس يقدر نهاردة واستثمره النهاردة حتى في الحتة النهاردة بيخش كمار رس حرب يعني ديه برضو النهاردة سمر إمام عشور كويس جداً بعكس ناس يعني طاهر آه طاهر محمد طاهر برضو بلعب في الجنب اللي مين ولكن هو رس حربة يعني برضو طاهر تقدر تستثمره كرس حربة جنب وسام تحس أن أنت في الكورة العرضية فيه فيه عدد فيه زيادة عنه طبعاً فيه زيادة عنه طيب لما نزل حسين الشحات في الجزء الأخير من المباراة حاسيتني فيه فعليه أكتر هو حسين آه حسين لأن حسين مميز خلي بالك وحسين دايماً عنده الرغبة في التهديف وحسين عنده الرغبة أيضاً أنه يثبت ذاته يعني أنا حتى برح لعب يمكن ربع ساعة أو ثمان دايق تقريباً ولعبه أثبت ويشطع الجول وكله فحسين عنده الميزة دي حسين عنده الرغبة أنه هو يبقى هداف حسين عنده الرغبة أنه هو يبقى من اللعيبة المميزة في تاريخ النجل برحالتك في أفريقيا كابتن فتحي وأنا عارف دايماً بيبقى فيها كواليس وتفاصيل أكتر دولة روحتها مش أقولك تعرضت فيها المشاكل بس كانت فيها مواقف غريبة أبي جانج أنا سفرت أفريقيا كتير ولكن كل بلد أفريقيا لها لها النهاردة لها تقصها ولها النهاردة تقدر تمشي بالليل بارتياحية في دول تانية ما تقدرش تمشي بالليل يقولك الساعة تمانية كله خلاص بقى انتهى اليوم كده فدول أفريقيا ممكن بقولك نجيريا دي برضو نجيريا دي حبا جداً ولكن عامل احتياطات كويسة أو يعني عامل احتياطات كويسة أو خلاص بساس مرنارد دقاعة في نجيريا في الساعة تمانية تبتير أو تبقى في الأوتيل أو في السكن جنوب أفريقيا نفس الشيء يعني جنوب أفريقيا برضو من الدول المتقدمة جداً ولكن فيه توقيت معين لازم تبقى تاخل غانا غانا دي برضو ممكن من الدول الكويسة جداً يعني من الدول الكويسة جداً ولكن برضو تقدر فيه توقيت معين لازم تبقى داخل خلاص الأوتيل بس حضرتك من الناس اللي تحب لما ترجع من دولة معينة أو من أي سفرية لازم تكون معاك حاجة تسكار ليك أنا حب كده يعني حب أي دولة أفريقية لازم يبقى معي حاجة لازم زي بقى يعني هقولك أنا أيوة نكشف بقى الأسرار يعني أكشف الأسرار يعني أنا مثلا كنا في نجري يعني أنا كنت من صغري كده غاوي أن أنا عندي البغبغانات البغبغان ده نوع من البغبغان اسمه الزنجباري الزنجباري ده نوع متكلم يعني تقدر تعلمه يتكلمه يقدر يتجاوب معاك وكل حاجة فبرضه من الحاجات اللي احنا كنا برضه بنحط دائما في تفكيرنا أن احنا يمكن البغبغان الزنجباري ده وكان حصل حادثة بين الله رحمه الكابتن سابط البطل ومصطفى يونس برضه في حتة الأفاس البغبغانات وإزاي ورحوا سايبين اللي اتنين اللي اتنين طاروا خلاص يعني يا قبر حادثة مش لقينهم بخلاص بقى لكن انت بتحب إنو انت بترجع من أي دولة تجيب ويكون معاك حاجات زي كده لازم لازم يعني أنا برضه كنت في كينيا دي كنت بجيب الحاجات تمسيل الخشب والحاجات دي بس طبعا المدام قالت لي لا الحاجات دي بقت أصبحت حرام في البيت ووزعتها كان عندي شنطة كبيرة مليئا حاجات من دي ووزعتها والبغبانات لسه موجودة لا البغبان طار اختفى طار طار من القفز اختفى لحد دي مش لقين ما حصلش موقف طريفهم انت راجعين مثلا في المطار ازاي دي عدى ازاي دي دخل يعني ما بتحصلش حاجات زي كده لا بص دائما طبعا المطار اللي هو عارف طبعا لا أصد مطار وله دايما هيجي يقولك انت جايب تير من بره لازم يتحطي النهاردة في اسبوع كده وكلام من ده فأنا يمكن سبت حتى الأغاني وأنا جايبه سبته اسبوع يعني سبته اسبوع برضه يشوفه طبيا صح طبيا لازم يعني دي برضو لازم يعني دي برضو لازم وكلام من ده يعني ما فيش مشكلة ياه ياه للدرجة زي كتنفتح انت بتحب البغغانات قوي أنا كنت بعشق البغبان الزنجباري البغبان الزنجباري بتعلم يعني حسب ما انت بتعلمه هتقوله السلام عليكم ويقعد يردد السلام عليكم اه ما لنت هتقوله له وهيقوله وهو يتكلم في التليفون وكله يعني وكل حاجة كل ما تتخيله انت بتعلمه له الله ده اكيد في مواقف كوميليا الزنجباري يصله زكي جدا من الحاجات الطيور الزكاية جدا جدا طيب مين من معاكم كان في الجهاز الفاني مسلاً بيخاف من رحلة الطيران لا قيسز يعني برضو خلينا نتكلم بواقعي خلينا نتكلم بواقعي كلنا من خاف في دول كلنا كل ما تخاف يعني في دول النهاردة ما بتخش النهاردة المجال الجوي في صحب في النهاردة في رعد في حاجات كنت بتقعد برضو يالأن كلنا بنوعد ألاني المطباط الهوائية المطباط الهوائية والحاجات دي كلنا بنوعد ألانيني طيب أرجع معك لبطولة إفريقيا تاني ماتش الأهل أورلندو كده الأهل أربع نقاط أورلندو أربع نقاط وبولزداد تلات نقاط فوز بولزداد في أبيتجان على أستاذ أبيتجان بها تلات نقاط أشعل المجموعة والمواجهتين القادماتين الأهل مع بولزداد واحدة في القاهرة والتاني في جزائر واحدة في القاهرة أو يسعوا على منتخب الأندية أو يسعوا على الأندية هما بيتعاملوا إزاي يعني النهاردة المدير الفني بيجي النهاردة بيلعب في مصر النهاردة في جماهير مصرية في النادي الآلي فبيجي النهاردة بيستسمر وجوده في مصر في تكتيكه وفي أسلوب لعبه وفي النهاردة إزاي يقدر يواجه النادي الآلي شباب بلزداد يقدر يواجه النادي الآلي في القاهرة دي دي مهمة جدا بعكس بقى ما بيكون ماتش في الجزائر شباب بالزداد في الجزائر بيلجأ لأسلوب تاني وتكتيج تاني خالص مختلف يعني مختلفة خالص خالص لكن أساسا وإنت بتلعب منشطك على أرضك تسع نقاط تسع نقاط تسع نقاط لازم لازم يبقى اللعيب عندها الجراء وعندها النهاردة الحرية وعندها النهاردة الاستمتاع بالنحل وما بالذات مش هتقدر تكسب الناس دي لأن الناس دي هم حافظين الكرة المصرية ودائما عارفين أسلوب الكرة المصرية بيستثمروا الكلام ده وبيلعب زون ديفنس بقى هتلاقي مثلا بيلعب عشر لعيبة في نصف ملعبه بيقفل مساحات كل هذه الأمور اللجناب كل هذه الأمور فالنهاردة لازم تستثمر النهاردة الفرق اللي بتلعب زون ديفنس دي في ملعبها لازم تستثمر النهاردة الناس اللي عطرفت الشغل كويس النهاردة لازم يبحد النهاردة مع راس الحربة تاني لازم تستثمر النهاردة زي أغرف فيه 18 يعني بإذن الله إن شاء الله لسه عندنا تفاصيل أكتر ولسه عندنا موضوعات مهمة نتكلم فيها مع الكابتن فاتح مبروك ولكن نخرج إلى فاصل ثم نواصل طيب لما نرجع نتكلم في ملف الإعلاقة بمونديال الأندية وعلى فرق كلها عالمية ومشاركات تاريخية سواء على المستوى الأوروبي أو الإفريقي أو أسياوي أو حتى على مستوى كافة القرات النهاردة لما نتكلم على 8 مجموعات أورع اتعملت في أمريكا يوم الخميس الماضي ونشوف شكل المنافسة إزاي ونشوف شكل مجموعة الإنلادي الأهل إزاي كل ده بالتأكيد أنا تناول دلوقتي فيه حادثنا مع الكابتن فاتح مبروك اللي بالتأكيد أول ما بص على الأورع كده خالك إيه المطشط دي تخض لا مش تخضي قوي يعني قال لي إيه المطشط دي وإيه القوة دي وإيه يعني حاجة ممكن من قوة المباريات ممكن تتخضي في بعض المطشطات اللي هتتشاف لكن في نفس الوقت كمان لأ في مشهد جديد علينا كلنا كابتن فاتح أنت روحت كاس عالم روحت كاس العالم تسعين في إيطاليا أنا وكابتو محمود الجارح مطلع عليه إحساس كاس العالم والمشاركة واللبف كاس العالم مش أقول كالعيب بقى لأ كمدرب أو كجهاز فني بتبقى إزاي لأنها ممكن تكون مختلفة عن اللعب لأ ما مختلف طبعا أنت كمدير فني النهار ده أو كمدرب عام مع كابتو محمود الجارح رحمة الله عليه يمكن أنا برضو كنت بتابع المبارات دي وبتابع المجموع اللي كانت معنا طبعا معنا هولندا معنا إنجلترا وإيرلندا وأنا كنت بروح يعني كنت بروح كابتو محمود الجارح اللي بعتني إيرلندا إيرلندا عشان أتفرج على الروسيا وإيرلندا لأن إيرلندا كانت مبهمة بالنسبة لنا مش واضحة قوي يعني أيرلندا كانت معروفة أنجلترا معروفة بالنسبة لنا أيرلندا بس الوحيدة اللي ما كانتش معروفة بالنسبة لنا فرعت أيرلندا وفرقت أيرلندا وقلت له أصعب فرقة هنواجهها في المجموعة دي أيرلندا أصعب فرقة أصعب فرقة لأن كرة بتختلف يعني كرتهم بتختلف كانوا برضو بيلعبوا كرة طويلة بيلعبوا النهاردة والبلت كلهم ما شاء الله فدي الحاجات اللي كانت دائما بنفكر فيها ونفكر فيها النهاردة إزاي كيفية موجة أيرلندا في مباراة الفكاسة العالم يعني إنجلترا خلاص معروف إسلوبة هولندا معروف إسلوبة ولكن أيرلندا اللي كانت فرقة صعبة جداً جداً بالنسبة لنا بدليل حتى المدير الفني ممكن أيامها تخرج بعدها كابت صريح قال لك أنا ما شفتش فرقة في العالم بالدافع زي المنتخب المصري رغم أن المباراة دي كانت المنتخب المصري ومنتخب أيرلندا في أشد الحتاج للفوس شي أقدم حاجتها برضو كانت زي ما قلتلك كانت مصري صعبة قوي 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 يعني كنا عاملين حساباته وتقريري يمكن الريبورت عملته لكابت محمود الجواري ساعتها قلت له أصعب فرقة وجهة هي ليه ما حاولتش تكسابه الموضع ده؟ حاولنا بس هما كمان قصة هما كمان جمدين يعني جمدين دفاعياً ووجمان جمدين فرقة جامدة مش سهل يعني يعني برضو ما بلعبوش الكرة المفتوحة قوي النهاردة تقدر تقول لا ده برضو محافظين ويرجعها بسرعة وبيقفلوا كويس وكلها زي عكس هولندا عكس انجلترا يعني هولندا تتسمرت نمهم هجمينك عملت هجمة مرتدة شامياك اللعابة لحسام حسام سجل منها فهم؟ انجلترا يمكن برضو كسبتنا يمكن واحد سفر بالهدف الكرة عرضية وممكن هدف واحد سفر بس الراندو مالك تصعب كنا ممكن لو كسبنا الراندو كنا دخلنا كنت اهلتوا لبروك تاني طيب احساس الجاز الفانو رايح بتقولي تعالم هي فيها فرحة وسعادة بس ما بتبقاش بالقدر الاكبر لانت عندك مسئولية هي مسئولية مسئولية كبيرة اللي انت بتتحمل مسئولية برضو جماهير مصرية صح بتتحمل جماهير مصرية واعلامه ودائما بتتحمل ان منتخب مصر ده لازم يكون موجود في الفيلد النهاردة ليه اسم ليه تاريخ ليه النهاردة كيان فدي بتتحملها كلها يعني تحملها كلها برضو ما بتبقاش النهاردة مجرد اشتراكها بكس الان فرحة وخلاص لأ مسئولية كبيرة جدا جدا عايز ترجع بناتين طبعا طيب المجمعات اللي قدامنا كاس العالم للأندي المجموعة الأولى اللي فعل نادي الأهلي مع بالمراس وبرتو وينترمياني إن شاء الله الأهلي إن شاء الله شايفها إزاي؟ يعني شايف أن أنا وجهة نظري أن وجهة نظري ممكن بورتو والأهلي إن شاء الله بورتو والأهلي رغم أن بالمراس من الفرق الكبيرة في أمريكا الجنوبية أنا بقول لك أنا وجهة نظري يعني بورتو أنت شايف بورتو أهم من بالمراس بورتو والأهلي إن شاء الله طيب الافتتاح ما بين الأهلي وإنتر ميامي ميامي فيه ميسي وسوارس أه برضو بالنادي الأهلي الأهلي الأسلوب ليه كيان النهاردة مش هاعتمد النهاردة على فردة وفردين في الفرقة لأ نادي الأهلي ليه أسلوب ليه كيانه ليه تكتيكه عنده ما أنت عنده لعبة مميزة الحمد لله يعني فبينه وبينك موجود ميسي وسوارس برضو فيه إنتر ميامي مش هيقل النادي الأهلي قوي والنهاردة برضو ميستر كوران هيفكر كويس قوي النهاردة ميسي كايفية النهاردة تقدر تقفل تقفل إزاي اللي لازم لأنه طبعا لعيب مهاري لعيب النهاردة ليه رؤية لعيب النهاردة في الدربة السابتة بيسدد لا لعيب لا ما تقدرش عد ينكر أنا هسجلك أبتن فتحي رأيك مجموعة الأهلي بورتو الأهلي طيب ونلتقي بعد نهاية شهر ستة إن شاء الله ربنا يدينا وديك تلطة العمر طب المجموعة الثانية شايفها إزاي قدامك أسام الفرق يعني أنا شاف الفريتين طبعا باريس تنجيرمان لأ من الفرق كويسة أتلاككم أدريد طبعا من الفرق كويسة فأنا شاف اللي اتنين دول برضو ممكن ممكن يكون موجودين يعني بالمناسبة فيهم فريق كمان بوتفوق البرازيل بوتفوق البرازيل ده اللي ممكن يلعب الأهلي من 14 ديسمبر السابت الجاي لو تخطى بتشيك لو تخطى بتشيك بس أنا أنا أصدي الفريتين الباريس برضو فرق كويسة يعني ده لعيبة كويسة أسلوبة كويس عندهم برضو خلي بالك لأ وطبعا أتلتك ومدريد في الدور الأسباني أتلتك برضو من الفرق الكويسة آه فرق تينا طبعا طبعا طب المجموعة الثالثة أنا شايف بايرن بيونيخ طبعا ده لازم يخش وممكن ممكن ممكن بمفيك في البرتوال لكن بوكاجونيرز ما أنا بقول لك أنا وجهة نظر الفنية طب النهاردة برضو خلي بالك اللعيبة دي النهاردة الخبرات النهاردة الإسلوب المدرب النهاردة بيعانده مين لعيبة النهاردة فكل هذه الأمور أنا شايف بايرن بيونيخ وبينفيكا البرازيل بايرن بيونيخ وبينفيكا المجموعة الرابعة فلمينجو التراجي تشيلسي ليوني المكسيكي لا أنا شايف تشيلسي تشيلسي برضو فرق كويسة على مستوى القرية الإنجليزية وممكن فلمينجو البرازيلي ممكن يبقى موجود يعني ممكن يكون موجود يعني التراجي برضو وقع في مجموعة صعبة شوية مجموعة كلها صعبة جدا طيب هو كابتن فتح يشايف من الاربع مجموعات الاولانين حتى تكلمنا فيهم اذا ما كانش فرقة امريكية او امريكا الجنوبية يبقى فريتين من اوروبا يعني مش يبقى فيها من مجال المفاجآت الا مجموعة الالي ثقة في الالي اكيد هتكون موجودة مع بورتول ان هو اقرب المرشحين اصلايا المجموعة الاولى والمجموعة الرابع بس اللي فيه فرقة مصر يعني فرقة عربية الالي في المجموعة الاولى والتراجي في المجموعة الرابع يعني طيب المجموعة الخامسة ريفر بليت اراوى الياباني منترين مكسيكي انتر ميلة للايطالي لا انتر ميلة طبعا ده نمبر وان رقم واحد اه رقم واحد برضو الريفر بليت الارجنتين ده ممكن يبقى ليه كام فيه اسم كبير ونتعيح طيب المجموعة السادسة فلورمينسي البرازيلي بروسيا دورتموند أولسان هنداي الكوري وموموليدي سانداونز الجنوب إفريقي أنا شاب بروسيا طبعا ده نمبر وان بروسيا برضو من الفرق الكويسة قوي مميزة في فرقة ستة في الدول الإيمان طبعا مش هيرف يعني ما نقدرش نقول ممكن على فكرة ممكن برضو لسان هنداي الكوري لأن خلي بالك الفرق الكوريدي بيقوا مرتزمين جدا جدا في الملعب أنت أكتر فرق كنت بتلعبوها بشكل ودي للمنتخب فرق كوريا 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 كنا دائما الفرق في التوقيت ده تقدر تقولك أنا أوكي لجند الدولية تقولك أنا فوضي تعالى تقول شرفنا ولكن طبعا أنا شايف أن فرقة الفرقة دي ممكن تبقى برضو كويسة فرقة كوريا دي من الفرقة كويسة والمميزين وزي ما قلتلك بيبقوا عندهم التزام وعندهم رحالي قوي وبيبقى الجانب الشقة أو العنصر اللي أقل بدانية عندهم مميز بصراحة مميز جدا جدا طب المجموعة السبعة منشستر سيتي الوداد العين يوفينتس ومنشستر سيتي طبعا مش عايزين نتكلم عليز عمر في الدور الإنجليزي وفينتس طبعا الدور الإيطالي ولكن أتمنى أتمنى أن الفرقة العربية تخش في المميزة يحاولوا الوداد والعين شوية الوداد والعين أتمنى والوداد طبعا كويسين والعين كويسين وأتمنى زي مرتلك المجموعة دي بقى فيها حد من الدول العربية نتائج الفرقة الأوروبية حاليا في الدوريات متراجعة شوية يعني مثلا السيتي متراجعة تشيلسي متراجعة الريال بيخسر شايف ده ممكن على ما توصل لنهاية البطولة المحلية وتسافر تلعب كسعالم تبقى الفرقة دي انهكت بدنيا خسرت بطولة محلية بطولة محلية أو مش مش بشكل كويس هو هم بطولة برضو مبطولة كسعالم الأندية دي بطولة بطولة وبتسمع في العالم كله لها تحضير خاص يعني اه طبعا لها تحضير خاص ولها النهاردة حاجات الموديل الفني النهاردة لازم يبقى بيفكر فيها خسر مثلا بطول دور انجليزي لأ أنا عايز أعوض عشان الناس والجماهير والإعلام والدنيا دي لازم وسكة اللعبة في نفسها وكله طب المجموعة التمنى ودي بقى ممكن بفعل قاء افتتاح مهم جدا ريال مدريد الأسباني مع الهلال السعودي وابتشوكا المكسيكي وساليسبورج النمساود هو يعني أتمنى أتمنى ريال مدريد طبعا تعرف ريال مدريد تفرق كوليسة مميزة أتمنى الهلال السعودي برضو يبقى داخل في المعمة دي الهلال عنده على فكرة لعبة برضو على مستوى عالي ومحترفين ومحترفين أتمنى أن الهلال كمان يبقى داخل في المجموعة دي إن شاء الله طب لو سألتك على مواجهة العندال العربية في البطولة يعني حرجا قلت الأقل إن شاء الله يتأهل تتمنى وتواجد الهلال للعين قصدي الهلال عنده مباراة مع الريال مع الريال تتوقع ممكن يعمله نتائج كويسة في الانطلاق أو البداية طبعا انت عارف أي مدير فني النهاردة لازم يبص على الريال مدريد لازم يبص على النهاردة اسلوب إيه لازم يفكر إن الريال مدريد دا عشان عايز ياخد البطولة فإيه الاسلوب المناسب إيه التكتيك المناسب بتوظيف اللعبة إزاي لازم يفكر أي مدير فني مدير فني اللي هلال دا لازم يفكر كويسة قوي في المهورة دي لازم يفكر في مباراة الريال دي لازم يفكر تفكير إيجابي يخدم في رؤيته وما يطلعش بالنتيجة سلبية أبدا خود الأهلي لقاء الافتتاح أكيد بما ثابت تفاصيل كتيرة ممكن أسمحها من الكابتن فتح ولكن أخرج إلى فاصل ونواصل مع الكابتن فتح مبروك بعد الفاصل طيب كنت بأتكلم مع الكابتن فتح يا أبن الفاصل على فكرة خود الأهلي لقاء الافتتاح في كاس العالم للأندية ده بما ثابت إيه أكيد جزء مهم جدا من التاريخ إنك تلعب افتتاحية كاس العالم طبعا جزء كبير وجزء كبير كمان أن أنت تفوز ده بيسعد الجماهير مش تلعبه بس وتفوز 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 طبعا بيسعد الجماهير وبيسعد الإعلام وبيسعد النهاردة كل جمهور الأهلي العظيم ده بيسعدوا جدا في النهاردة فوز دي يعني دي في حد ذاتها كمان نخل الفرق بعد كده بتخاف من نادي الأهلي ودي بتبقى حبك كويسة جدا في النحل معنوية نحل معنوية النهاردة الفرق اللي هتلعبك بعد كده بتبقى أهم لحساب للنادي الأهلي ودي مهمة جدا في تاريخ كبتن فاتحي هل كنت تتخيل في فترة من الفترات أن تتلاعب حاجة اسمها كاس عالم للأنبية لا بصراحة لا فكرة كانت بعيدة شوية فكرة كانت بعيدة يعني في يامين لما كانت بعيدة الفكرة دي حتى نحن شايفين هيا كبتن بص المجموعة بقعة الأهلي يعني الأهلي مع بورتو مع بالمراس مع بالمراس مع انترميامي امام عشور بجوار ميسي ولعبة بورتو بالمراس أنا بقول لك ميسي بس هايزة هايزة أسأل سؤال تفضل وميسي لسه فيه الرونك الجميل ده آه ميسي هو ميسي هو ميسي زي كريستيانو في السعودية دلوقتي طب ليه راح أمريكا يعني هو حسب القيمة التسوقية حسب العقود حسب الإعلانات القصة مش كورة بس على فكرة مش كورة بس لها لها مردود تاني آه عوامل كتيرة فلوس طبعا فلوس والعقد والكلام من ده طبعا الناس في السعودية لما تعاقدوا مع كريستيانو ورونالدو كان عندهم هدف أساس أن يكون ميسي موجود فرقة فيها كريستيانو وفرقة فيها ميسي حولوا كتير ولكن كان يبدو أن خلاص البصلة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية آه طبعا الحاجات دي بتبقى تسوقية كلها وبتدي نهاردة بتدي طبعك للجمهير كمان وبتسعد الجمهير وبتخلي الجمهير نهاردة فعل أن عندها لعب حاجب ميسي طبعا عشان يدي رونك يدي رونك يدي رونك للبطولة ويدي رونك لكاس العالم الأندية برضو ميسي برضو من النجوم العالميين اللي كل الناس بتحبوهم يعني سواء أي جنسية بتحب ميسي لأنه لعيب كويس لعيب ماري كويس لعيب أخلاقه كويس لعيب ليه رؤية لعيب ليه النهاردة شخصية في ملعب كرة القدم فكل الناس بتحب ميسي أكيد أكيد طبع أروح معاك لبطولة كاس التحدي انتر كونتنالتا اللي قال عنده مباراة في قطر يوم السبت اللي جاي هاي لعب الفاس ببين درب الأمريكاتين شايف المواجهة إزاي والتاريخ اللي ممكن يكتب في هذه البطولة وطبعا يمكن أنا شايف الحتة دي مهمة جدا جدا لنادي الأهلي زي ما قلت لك وبداية المشوار ده لنادي الأهلي مهم جدا بداية المشوار مستر كولر والجاز الفني واللاعبين لازم يكون عندهم هدف زي مجلس دورة عنده هدف ان فرقة النادي الأهلي تظهر بصورة بصورة كويسة في بداية الافتتاح ده في مواجهة الافتتاح ودي ان شاء الله لعبة النادي الأهلي يكون على قدر المسئولية ويكون مستر كولر والجاز الفني على قدر المسئولية ان النادي الأهلي بيمثل أفريقيا بيمثل العرب في بداية المشوار ده شايف النقطة مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي طيب نقطة فنية سألك عليها كابتن فتح بخبراتك بقى كمدرب على مباراة عالمية في قطر تلتة عدولات متتالية ممكن تكلها تأثير الحالة المعنوية ولدي أجواء وصخف بطولة غير اللي انت جاي منه لا دي بطولة مختلفة دي بطولة مختلفة وانادي الأهلي زي مؤتلك يهمه كاسة العالم الأندية النادي الآلي قبل كده وصل لمركز ثالث خد مركز ثالث فالنادي الأهلي يهمه دي البطولة دي اللي ان البطولة دي على مرأة من العالم كله مش دوري مصري بس كل الناس بتفرج عليه وكل الناس النهاردة بتشيد بيقى الجاز الفني وبتشيد باللعيب وبتشيد أيضاً بجمهير النادي الأهل العظيمة اللي هي متواجدة في الاحتفالية دي فأنا شايف أن دي مختلفة خلص عن ماتشات داو في دوافع أنك تكسب تلعب ريال مدريد على الفاينال دوافع عالية قوي يعني مواجهة الريال دي حاجة تاريخية طبعاً كل العالم كله يتفرج على الماتش مش جمهير قالي بس كل العالم كله يتفرج على الماتش دي لعبتوا قبل كده مباراة عالمية مع فرق كتيرة في الصدق قاهرة كابتن فتح لعبنا قبل كده يمكن برضو قبل كاسة العالم تسعيد لعبنا مع فرق كتير وكان عندنا برنامج حطين يمكن تلتاشر مباراة دولية دولية لعبناهم برضو في ده كان منتخب لا ألا أكلمك على مستوى النادي الأهل وانت لعب في النادي الأهل مستوى النادي الأهل لعبتوا مع باير نمينو آه المباراة التي تلعب في الصدق قاهرة فكرة أحداثها بذكرياتها والجماهير المصرية وجمير النادي الأهل العظيمة كانت في المنتهى السعادة أن احنا بنتعادل في هذه المباراة وكان باير مينو في اسم كبير في كرة ألمانية طيب تتوقع البطولة في قطر مباراة حماسية ولا الفرع تحاول تكسب بأقل فرص ممكن تتحفل مباراة لا وفي بص ما فيش حاجة اسمها أقل فرص ما فيش حاجة اسمها أقل فرص ما فيش حاجة اسمها أقل فرص انت بيجي لك النهاردة فرصة استغلها استغلها ايه فرجت لك فرصة واحدة ما استغلتاش ما فرصة يبقى خلاص مش هجي لها فرص ده لكن كلمة دايما بتقال اللي بيضايع بيستقبل اللي بيضايع بيستقبل فانت هردى الفرصة اللي اجي لك والفرصة اللي تسجل منها سجل منها ما تقلقش يعني ما فيش ألأ ما فيش أي ألأ خاص طيب برضه هسألك على البطولة دي الأهل عشان يتأهل لها كسب العين الإماراتي وكسب العين بالثلاثية نظيفة فساد القاهرة فوز الأهل على العين ادى للبطولة أهمية عند الجماهير وعند الإعلام وعند المدربين حسنه في بطولة في بطولة كهس عالم الأندية دي البطولة بحد ذاتها بحد ذات العالم كله بتفرج عليها لأن فرق بس بنظامها مختلف عن قبل كده الفرق كلها النهاردة بتمثل كل فرق العالم وكل الدول النهاردة في البرازيل في المكسيك في النهاردة في المغرب في الإمارات في إيطاليا فيه كل فرق النهاردة المكسيك كل فرق العالم النهاردة بتمثل كيان دولة النهاردة في البطولة دي النهاردة أصبحت العالم كله النهاردة يتفرج على البطولة دي وهيبقى الناس كلها متفرغة للبطولة دي طيب أنا عاسل حراتك سؤال إحنا سألنا في بلاية الحالة للجمهور وعن أسترد مشاركات الجماهير بس أسألك الأول مين أفضل لاعب ظهر في مباراة الأهل وأرلندا أنا في وجهة نظري يعني وجهة نظري الشخصية أنا شاف أن رامي ربيع رامي ربيع طب تعالى بقى نشوف رأي الجمهور قال إيه لما طرحنا السؤال على السوشيال ميديا وهل توقعات الجمهور بتتوافق مع توقعات الكابتن فتح مبروك ولا طيب حازم بيقول الشناوي حارس مرمى النادي الأهل ماشي نشوف تعليه تاني معنا أحمد بن عمر بيقول رضا سليم ده تعليه تاني محمد محمود بيقول الشناوي سارة بتقول ياسر إبراهيم محمد بيقول الشناوي مصطفى بيقول أكرم توفي شنودا بيقول ياسر إبراهيم محمد يوسري بيقول ريدا سليم كان ممتاز نتمنى منه الاستمرار إن شاء الله حدش اتفى خالص يا كابتن فتح عندنا ستين سمعين مليون مشجع ومدرد في نفس الوقت بس أنا أنا يعني برضو رامي من اللعيبة اللي بتوجيد دلوقتي أصبحت نهاردة في دفاع النادي الأهلي نهاردة مميز بصراحة عندنا ستين مليون مميز نهاردة في دربات السابت اللي ندي الأهلي بيطلع نهاردة برضو في الحد الدفاعية هذا كويس جدا جدا نهاردة في تغطية الجانب الأيمن النهاردة إذا كان فيه نهاردة فيه تطور في الجانب الأيمن في النحل الهجومية بيرغطي فلا أصبح رامي رامي النهاردة من الخبرات الكويسة جدا جدا في دفاع النادي الأهلي سعيد بجمير النادي الأهلي وسعيد بالبرمج الجميل ده وبشكرك وبشكر مجموعة العمل الجميلة اللي معك بصراحة الله سلامك حلقة كانت مهمة جدا واستمتعنا فيها بالتأكيد بواحد من النجوم التاريخيين سواء على مستوى التدريب أو على مستوى اللاعبين كابتن فاتح مبروك مدرب سابق منتخبنا الوطني المدير الفن السابق في النادي الأهلي نرى أن تفاصيل كثيرة وموضوعات مختلفة دولة أبطال إفريقيا كاس الإنتر كونتينلتا المنجيال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في الختام بشكر حضركم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء